موسيقى السلام اليوم راح نعمو عبادانا خبز الصنبوشات ولا دي بتي بان صخار ولا خبزات صخار مرحلة أولى نحتاج ربعة كسان فارينة كما قاعدين نشوفوا المقدار على الكاس تاعي 20 مليليتر يهز كما قاعدين نشوفوا نزيد هنا ثلاث مغارف كبار مغارف كبار تحليب بودرة كما قاعدين نشوفوا نزيد مغرف كبيرة سكر مغرف كبيرة خميرة فورية أو خميرة الخبز ونخلط المكونات تاعي مليح ونزيد هنا كاس لول لازم يكون كاس هنا ماء دافي هنا لي ما عندوش حليب بودرة يقدر يبل طول بالحليب كما قاعدين نشوفوا يعود الحليب بودرة بالحليب انا هنا الكاس الثاني اللي زدته انا ما زدت نصف كاس فايت شوية يعني قريب كاس غربة انا انتوما حطوا كاس ونصف ما لا شفتوها محتاجة زيدوا كمية قليلة تعماء حتى نتوصل للقوام هذا هذا يعني حسب نوعية الفارينة تشرب ولا ما تشربش ونعجن العجينة تاعي مليح هاكي ما قاعدين نشوفوا ونزيد مغرف كبيرة تاع خل هنا تزيدوا خل ابيض اقول لا انا هنا استعملت خل تفاح ملح نزيدوا مغرف صغيرة تاع ملح انا الملح حسب نوعية الملح تاعكم كاينني ملح تا حيقر وكاينني ما يقرش ونعجن العجينة تاعي مليح بعد ما تتعجن نزيد لها مغرف كبيرة تاع زبدة كما تشوفوا اطرية ونزيد نعجنها مليح حتين زبدة تدخل العجينة تاعنا والقوام تال العجينة يولي بالشكل هذا كي ما قاعدين نشوفوا نعجن في المرحلة هادي نبدأ اللمها بيدية كي ما قاعدين نشوفوا هذا هو القوام تال العجينة ما تلسق في اليد ما لازمش تكون تاني يابسة كي ما قاعدين نشوفوا نعن نحطها في إناء ولا في حاجة ونغطيها ونخليها ترتاح ساعة حتى يتضعف الحجم تاحها يعني يضيع حسب يعني الجو تاعكم حال بارد ولا حال سخون نعن بعد ساعة كي ما تشوفوا اتضعف الحجم تاحها نبدأ نقطعها ولا نقصها الاثناشن قطعة يعني بها تشكل لنا اتناشن خبزة يعني اتناشن خبزة صغيرة كي ما قاعدين نشوفوا نشكلها بالطريقة هادي حتى يجي هناك الفتحة صغيرة تحت العجينة هنا يبها تطلع لنا العجينة في ساعة وترتاح في ساعة يعني ما تديش وقت كي ما قاعدين نشوفوا نبدأ نحطها بالطريقة هادي ونغطيها ونخليها ترتاح هنا تخليوها من عشر دقايق حتى يربع ساعة يعني يحس بالجو هذا يعني حال بارد ولا حال سخون هنا بعد مرتاحة العجينة يعني انا خليتها بتاحت عشر دقايق كي ما تشوفوا نبدأ نشكلها ننبل باطراف يعني سوابعي كي ما تشوفوا الأصابع شوية ما ونبدأ نقفل العجينة هنا العجينة اللي قفلتها هي اللي نحطها التحت والوج المليح هو اللي نحطه الفوق نحطها في البلاة تاعي والافسينية تاعي ونخطيها ونخليها تتخمر هنا بعد ما تخمروا الخبزة تاعنا كي ما قاعدين تشوفوا ندهنهم هناي انا استعملت هناي صفر بيضة وحطيت قطرة حليب وشوية قهوة ونبدأ هنا نحط الجنجلان من الفوق يعني دي حاجة راجعة ليكم ولا يحطوا جنجلانية ولا سنوج كل واحد كيف يحبي زين خبزة تاعوا ونحطهم في الفرن طيبو عمية وتمانين درجة ونشوفوهم مع بعضنا ان شاء الله الوصفة على اليوم تكون عجبتكم خبزة تاعيجة ومشاء الله ان شاء الله هتجربوا الوصفة على اليوم وتعجبكم ونقولكم نتلقوا في وصفة اخرى لا تنسونيش بالاعجاب والاشتراك في القناة ونقولكم سلام الى وصفة اخرى اشترك في القناة ونبلغ في فرح لم تعطيقا رأيدي اشترك في القناة اشتركوا في القناة